الحكم ايه في الاخر؟ انتوا ايه رأيكم في اللي بيحصل في الاخر؟ باختصار شديد فيه تحقيق استقصائي ومجهود من هذا الصحفي يشكر عليه بنا بوثيقة باموال بان فيه تدخل من الخرجية البريطانية انا وجد نظري المتهم الاول هي الخرجية البريطانية ولذلك انا بعتلهم عشان اشوف انتوا يا جماعة بتدعموا ليه اصلا منصة زي دي ده سؤال مهم سؤال مهم لازم يسأله كل مواطن مصري الخرجية البريطانية مصلحتها ايه؟ انها تدعم منصة زي كده لمدة خمس سنين او ست سنين باثنين مليون سترليني ده سؤال مهم جدا متعلق بمصالح بريطانيا في مصر في الفترة دي وهتكلم عن الخطاب الاعلامي لأصوات مصرية بس خلينا في الخرجية البريطانية الاول في هذا التمويل الجزء الثاني تومسون رويترز وهي مؤسسة انا حضرت فيها الندوات هنا في بريطانيا وهم بيعملوا بالمناسبة منحة ثلاث شهور للصحفيين وكلام زي كده وبياخدوهم بيعملهم برنامج دراسة وتدريب وكلام زي كده يعني لها عمل قوي الحقيقة تومسون رويترز وهو وكالة رويترز اصلا ايضا لكن السؤال التالي لتومسون رويترز ليه بتروح تعمل منصة صحفية في مصر يعني انا مش بتكلم هنا على التدريب انا زي ما قلتلك فكرة تدريب 300 صحفي في رويترز ده حلم لاي صحفي انه يحصل على تدريب في رويترز فهذا لا يعيب ابدا الصحفيين اللي حضروا انا الحياة معرفهمش بس هذا لا يعيبهم في شيء طيب لكن فكرة ان رويترز تيجي تومسون رويترز تعمل منصة اسمها اصوات مصرية وتبقى بتمولها من الخارجية البريطانية ده بقى هينقلني للزملاء اللي كانوا في اصوات مصرية هل انتو حضراتكم كنتوا عارفين ان انتو شغالين في منصة ممولة بريطانية من الخارجية البريطانية ده سؤال مهم الحقيقة انا معرفش اجابته بس ده لازم نسأله السؤال التاني الخطاب الاعلامي اللي بيستدل به الكاتب كيت كلارنبرج لم يكن خطاب اصوات مصرية فقط بل كان خطاب السي بي سي وكان خطاب الان تي في وكان خطاب ام بي سي مصر وكان خطاب كل القنوات بل كل الصحف المصرية اللي كانت بتعمل لاسقاط التجربة الديمقراطية اذا لو اصوات مصرية متهمة فهي ضمن مجموعة ماينفعش نقول اصوات مصرية وريترز هما اللي وقعوا الرئيس محمد مرسي لا هما كانوا جزء كانوا بيرددوا هذا الخطاب اي كلام ده موجود اه موجود ومثبت لانه كان في حالة معرضة لبعض القرارات اللي كان بيقوم بها الرئيس محمد مرسي وكانت طرقة في بعض المنصات والاذرع الاعلامية لمؤامرة كانت الامارات بتمولها والجيش بيشتغل فيه وده امر معروف وقتل بحثا وقلنا من 8 سنين يعني انا اتكلمت فيه لما كنت في مكملين من 8 سنين فاحنا مش جايين نقول حاجة جديدة انه كان فيه منصات اعلامية مش عايزة لإخوان المسلمين طبيعي انه كان فيه دول مش عايزة لإخوان المسلمين طبيعي لكن المرة دي احنا بنتكلم على دولة بحجم بريطانيا لا فيه 2 مليون جين استرليني تدفعوا عشان يمرر خطاب اعلامي معاين فالي طبعا مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة جدا كمان وده لازم نتوقف عنها لكن نتكلم مع مين مع المنصات اللي عملت ده نيجي بقى الجزء وكالة رويترز وده نقطة مهمة برده لما رويترز توفر مكاتبها في القاهرة ومرسلينها والكلام ده كله لمنصة مصرية لو لأهداف صحفية خالصة تمام انما واضح انه كان فيه اتفاقية توقامة وفقا لللي الكاتب قاله انه اصوات مصرية بتنتج الخبر اللي تومسون رويترز دفع لها فلوس اللي الخارجية البريطانية ممولها فوكالة رويترز بتاخد الخبر من اصوات مصرية تعمله في العالم كله الخبر ده الكاتب بيقول انه كان ضد الرئيس محمد مرسي كان ضد التجربة الديمقراطية بما ان اذا يبقى رويترز ساهمت في انها تعمل ايكو تعمل صدى صوت لان رويترز بيسابعها ملايين على مستوى العالم وبالتالي فيه منطقية فيما يقوله الرجل ان رويترز متورطة في النهاية اللي احنا وصلنا لها انا النهاردة الصبح دخلت في ديبيت مع زملاء كتير جدا صحفيين وانا اعلم يقين ان هم كانوا ضد الرئيس محمد مرسي وقالوا لأسامة انا مش فاهم بصراحة ايه المشكلة يعني ايه رويترز وقعت الرئيس محمد مرسي ودخلنا في نقاش طويل جدا انه لأي مدى هم متفقين مع اللي الكاتب قالوا ولأي مدى الرجل ده ليه حق في اللي قالوا ولأي مدى الاتهام لرويترز بالشكل ده اتهام منطقي ولا مش منطقي ولا مش عارف ايه اقول لك على حاجة اللي بيحصل من النظام المصري دلوقتي هو حاجة شبه اللي احنا قرناه في التقرير ازاي هم بيقولوا ان رويترز والاكونوميست والجارديان ونيوركي تايمز هم بيعملوا الان وفق مؤامرة كونية لاسقاط عبدالفتاح السيسي والمشروع الواطن ودلوقتي الكلام اللي بتقال ان رويترز كانت بتعمل وفق مؤامرة ايضا لاسقاط الرئيس محمد مرسي حط الخطابين جنب بعض وانت حكم انا مش اقول لك رأيه لكن انا قلت لك المتاهم الاول الخرجية البريطانية المتاهم التاني تومسون رويترز والسؤال اللي بيولح الزملاء في اصوات مصرية كانوا عارفين ان هم شغالين في منصة بتمولة الخرجية البريطانية ولا لا الخطاب الاعلامي بقى والكلام ده كله انا قلت لك احنا قتلناه بحثا في عشر سنوات واثبتناه مرارا وتكرارا ومش هاعد اعيد كلام خلصنا من عشر سنين ونعيد الخناءة دي تاني كانت فقرة خاصة اصبناها لاخر الحلقة عشان مقابلة كيت كلارنبرج نعرضها لحضراتكو في اول ظهور له على الشاشات واول تعليق له حتى بعد نشر هذا التحقيق الاستقصائي نهاية الحلقة اتمنى انها تكون كانت حلقة مفيدة وهذه الفقرة لا قد اعجابكو عندما تقرأ تحقيقا كهذا المفترض ان انت تمشي على خطوات بعينها عشان تقدر تعلق عليه بمهنية وموضوعية دون تشنج وانفعل